سياير بورتال مرحبا بك سيدي معانا مرحبا بك معانا في برنامج الناس الملة على ميد غاديو دوك اليوم عنا واحد لقاء خاص جد خاص مع واحد الكوميدي اموريس فوكاهي فنان ممثل الاصول ديالو هي مغربية وخلاق في اسرائيل اذا اليوم معاك ياير ولا قلت لي يعيش يعني هادي ديالنا هادي ديالنا سهلة باش نطقوها سبارك الله عليك سيدو مرحبا بك معانا الله يبرك فيك مرسي بكو مرسي سان جران بليزير بور ما جلو تراك ميتنون لوا لوا اول سؤال عندي لك هو على اسمية ديالك اشنا هي ياير وعلاش ياير ياير بالعبرية هي الدو عندنا واحد العيد اللي كانس علوفي اللي بوجي سمعي ساتين استواق ديجوي فماشي دبا مره مره جايا غادي نعود لك على هالي استواق لكن بزاف الناس اللي خلاقوا في هاد العيد ديالنا حنكا اه اه تيسميهم ياير اه 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 هو الدو دو يعني خلاقاتي في اليامات ديالعيد قلتي حنكا حنكا تس اتخيزها ان فقط نعم باقص كل مغاربة بوحدهم وللمغاربة دياليام زمان هم اللي تيقولوا الحنكا حنكا اه اه على فاسم معوكين حنكا دون كنت خلاقاتي في العيد ديالحنكا ايه وحنكا ولا حنكا هي الدو ياير معناها الدو ايه لالبوجي انا خلاقت في اللول الاول البوجي نهار لولي ديالعيد ديالعيد حنكا ديالعيد اسموني ياير لكن عندي اه اه اسم مغربي اه مش معلاج جدي جدي يعيش يعيش خلاق هنا خلاق اه وش الحكن خلاق في التاليوين اغيل نغو هادا يعني جديك هادا بباطل وليد باد الواليد هي قلت الي خلاق فين هو خلاق في ايري النغو ايري النغو اه في التاليوين بلات زعفران همم تبارك الله عليك ايه شلح شلح افكرا فيرتي تبارك الله عليك هاسيدي دونك لواء جدك كان اسميته يعيش ايه ودونك انت ايه دابك تحمل الاسم ديالجدك ايه هادا عنا المغاربة يهود والمسلمين كانسيوا دايما الوليد الولي على اسمي ديالعيد ياعيش وهد ياعيش كان نظرك انوك يحملوا هاي مهوهود ومسلمين شنو سنقوله يعيش داك الاسم يعيش داك الاسم اه تبارك الله عليك يائر ولا يعيش يعيش بحال بحال يعيش سيسا سيسا داكو وبوغتال شنه الحكاية ديال هاد الاسم العائلي بوغتال بوغتال كين بزافة البوغتال في مغرب كلهم سيلا مين فاميه بوغتال اه انا قلبت على هاتشي جوا من بورتوغال وهنا الاسم شوية تخربك ولا بورتال ما الاسم ديالهم من بورتوغال يعني الاسم العائلي ديالكم بوغتال كتقولوا ان الاسم دياله هو البرتغال يعني البرتغيز كما نقوله احنا يبداريجة المغربية ديالنا البرتغيز يعني هم الاصل ديالكم سيفارات سيفارات سيفار ديال الاصل ديال بزاف ديال يهود مغربة هو السيفارات يا حال دي من زمان من هار لي اللي تحاوهم من من سيفارات اللي تحاوهم يعني المهار اللي جروا عليهم اللي جروا عليهم وي جوا البرتغال ومن بروتغال جوا المغرب وهنا رحبوا بهم بلوهم مزيان وبقوا هنا ولكن كاين اللي يهود مغربة اللي هما هنا سافي دو ميلان اجمي ايه وي ايه هما اللي نسميهم ليتو شابين يعني البلديين ولاد 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 ايه تبارك الله عليك يا عيش دونك اليوم انا فرح انا بساف جتنا نتكلمو علي والله لا تا انا ونتكلمو على الحياة ديالك والحكاية ديالك دونك ملي انا تلاقيتك ولا ملي شفت ان فات لسبكتاكل ديالك اللي كلهم بالداريجة المغربية شنو حكاية هالداريجة انت ما خلقتش في المغرب لا فين خلاقيت انا خلقت في اسرائيل الوليدين خلقوا هنا الوليد خلق في كازا الوليدة خلقت في الرباط ولكن انا خلقت في اسرائيل وكيفاش تعلمتي هالداريجة العربية المغربية انا السؤال دي ما كيسولوني حيث انا كبرت في واحد البلاد كانوا بالزفر المغربة اللي جاوا من مغرب وسكنو تماما وانا خلقت انا اكبرت في واحد الدرب دي كانوا كل شي كان غير من مغرب يعني انكارتية انكارتية ديالك المدينة ديالك المدينة كانوا كلهم مغربة كلهم كانوا مغربة وصخته كانت واحد جارتنا اسمتها حنة والكنية ديالا حنة بنت قريصة حنة بنت قريصة اهه كانت مراكسية ويا كنتي تهدر غير بالعربية ما بغاتي تهدر بالعبرية كانت 40 سنة كنت في اسرائيل وما بغاتي تهدر بالعبرية ما عرفت تكلما بالعبرية ويا كنتي تهدر معايا وكنتي تحبني وأنا كنتي نحبها بالزاف في حال جدتي وصفيت تعلمت منها كنت دايما معها معارز لها دابو كنت معارز لها وكان في حال جدي وملي هو مت خلالي لرطة دوقي انت تعلمتي الداريجة المغربية من جارتكم من جارتكم اللي قلت يا حنة بنت قريصة من جارت من جارت كلهم جارت كلهم ولكن هي كنت معها بزاف وعليش ماماك وباباك في الدار ما كانوا شهم يتكلموا بالداريجة ؟ لحيت الوالدة ما كانت تتعرف ومشاول الفرنسا هاا هي الوالدة دي أجلت قلتي أصلها رباطي رباطي مجزا يعني الله جدت خوزوم لكن عند تلات سننة الوالدين ديالها وعلى العائلة ديالها هاجروا من المغرب مشاول الفرنسا مشاول الفرح لكشاعلsc يا إكنت تتكلم معك غير الفرنسية إيه هي ووجدتي يعني ماماها امها جدت كنت هي اللي كبرتنا احنا كبرت معنا في الدار كانت معنا في الدار ديما وهي هدرت غير بالفرنسي انا هدرت معها بالفرنسي وفي الدار هدرت بالدريجة وكنت نزيل بالدار معاشي كلمات كانت يتقول من ينتعلم هاد الكلمة كان دار العجب كيفاش تنهدر هكاك يعني كنت كنت تدخل لهم الكلام العربية الدار الدار انا اللي دخلت الدار تبارك الله عليك يا عيش يا يخ يعني اللي فهمت أنا يعني انه في الدار كانت ماماك وشدذتك ماماها هي كنتكلمو غير الفرنسية في الدار وفي الدرب في الحومة كنتو كتهدروا بالدار رجا المغربية مع الجارات مع الجارات واما يهدر الوليد كانوا تهدروا بالعربية بالعربية الوليد داكور الوليد ديال قلت الأصل دياله من ايه هنوه الاصل ديال الابا هو خلق هنافك هو خلق بطال بيضا ولكن الأصل هو كل شيء يعني هو باع لجدك أنت الأصل دياله من أغنه أمه خلقت ستاتية يعني جداتك مين بابك ستاتية والوالد ديالك ما كانش كيتكلم شلحة لا ما كانش كيعرف لها لا ما كان عرف باعية لكن هو لا هو لا الفامي دي دي الوالدة ما كانوش تيدرو بالذب العربية ولكن لاتخاديسيان ديال المغرب والاكولتور والعادة والشكلو كانو كايدل يعني إيه كيتكلموا الفرنسية ولكن العادة والتقاليد والأعياد كل شيء هو مغربي مغربي وقلتي وهذه والعبرية فين تعلمتها لأخ كنت جي كنتكلم الفرنسية في الدار وفي الحومة في الدريجة والعبرية منين جبتها باكين لكل في مدرسة مع الناس هكذا كتعلم العبرية ضروري تعلم العبرية كي هدروا غرب العبرية في إسرائيل وذلك الشيدي قتلك جدتي الله يرحمه ملي قتلى الوالدة شوف رأها لما تخيص البخوف ديال الوالدة قتلك براكة ما تدرس معها بالفرنسي ما كيتكلمش مع الوالد أخرين حيث كي هدر غرب الفرنسي وإجدتي قتلك أنا نبقى نهضر معه حيث هاد اللغة ما نعرف فيني يصبرها ده بات يصبر اللغة العبرية كل شي كي يهضر عنده فيني تعلم يعني كان في حال واحد أمتي بخوبلم يعني في المدرسة لقو كنتك تكلم غرب الفرنسية في الإسرائيليين ودا وتشكو الماما مالي كنت إسرائي شحل كان في العمر ديال خمس سنين ست سنين داكور وإمتى خلقيت يا إيخ ومكال آني مين نفس سوصن ديال داكور سوصن ديال وفدك الوقت عنده يعني كتذكر شحل كان في عمرك في الحومة لي كانوا ديك عيالات كبار كتظن عيالات كبار وكيتكلموا غير الغاريش مع الفولر حل لديك الشي ديال للا زورة حل كالصناج ديال للا زورة وكتذكر كيفش كانت يعني حاول ما أمكن يعني يا إيغ يا إيج وش عندك هكا ديكريات من اللي كنتي صغير كيفش كانوا هاد المغاربة اللي هما في إسرائيل من أصول مغربية مشاو كيفش كانوا عايشين ديك الثقافة المغربية في العيد شعبات في حانو كالي بلتي حالي لما كش عاجة خي سبسيال بالإكزام في السبت كيفش كانوا كيديروه بحال هنا بحال إلا عمرهم ما ما مشاو من المغرب كانوا كيديرو بحال دارو هنا وخال الفران وخال كان لفو على ميزان بإلكتريسيتي دارو الفران كان الناس في الحومة بنوا واحد الفران باش يعملوا هنا سخينة ديالهم والخبز ديالهم واتشكلوا وماجهوا معا التخاديسيان ديال المغرب وبقاو معا حتى الاخر أدوك الناس تغطو دوك الناس الكبر يعني وذيك الحومة عشنو عشنو اسمت المدينة وشنو اسمت الحومة اللي تربيت فيها المدينة اسمت ميگدالا اميك ميگدالا اميك تغطو ديال 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 يعني في الحومة الناس كل هم كانوا كيطو المغرب داريجا او لأ ملانج إبري عربية مغربية كان ملانج ميش داريجا دوك الناس ما عارفو شهدرو بزف بلعبريا سوختو لفام حيط الرجال كانوا تي عارفو العبريا واخر اللي كانوا هنا في مغرب كانوا تهدرو بالعبريا دوك الناس اللي كانوا كيمشي ويسليو كيسليو بالعبريا هذا شي ديال مسحف ديالنا كل شي بالعبريا القديمة دونك هما دوك الرجال عارفو ولكن لفام منو مروات والعيالات ما كانوش عارفو بزاف العبريا وكانو تهدرو غير بالدرجة الدرجة من هنا وكيف تفرز الناس والمستمعين يغبط كوحد الحاجة مهمة كلهم كنشوف أن جميع الإسرائيليين لأصل ديالهم مغاربة نحن وصلنا لتخوز زيان جنغاسيون يعني لكيف ناس ماشي المغاربة اللي هود اللي مشو من هنا هما كيتكلم العربية لكيف اكثر هما الوليدات والدات اللي خلاق وتم وكي والدهم يعلموهم الدريجة المغربية والدابا من اللي كيجو كيتكلم الدريجة المغربية كيف تفسر هذا المسألة هذا واحد العجاب حيث دابا دابا اللي تخند زمان لولاد صغار صغار مني أنا عندي 44 عام ولكن لولاد صغار مني اللي خلاق وتم بغو يتعلم الدريجة الدريجة ديال الوالدين والناس كيسيف دولي الكومنتر و فلا باج ديالنا حل شي شي مدراسة ديال اللغة ديالنا بغينا نعرفو اللغة ديال الوالدين و كيسمعو الأغنوي ديال المغربية الشعبي اللي تعتاد شي بغو يعرفو زي ما ماشي كيقولو ماشي غير يسمعو و كيني الناس دابا مغنيين اللي كيعملوا في تيك توك و في انستغرام كيغنيوا بالعربية و كيعملوا ل ل لصوتي تخاش بالعبريت بالعبريا بالعبريا ولكن أنا اللي كنسو لك يعني لاش هاد لغوت يعني كين كين كوميديا و لتخوزم جنراسون اخلاقو تم و كيخدمو على توسكي موقع يعني الخدمة ديالهم لأعمال الفنية ديالهم كتكون بالدريجة كيغنوا بالدريجة كيكتبوا بالدريجة كيديروا لبوام ديالهم للأشعار ديالهم بالدريجة كيديروا دي سبكتاكل دياتر كيديروا أفلام سينمائية يعني شنو هاد ظاهرة هادي كيفاش نفسرها يعني سوسانديس إسرائيلية ولكن المغرب حاضرت ما بقوة بزاف بزاف بغيت الرأي جالك تفسر لنت أشنو واقع ما نعرف طيبا لي ملي جاول الوالدين كان شوية صعيف ما بغوش ما بغوش بش يهضرو بالعربية مشي غير مشي غير المغربة كل شي بغوز ما إحنا دا بجينا لإسرائيل أبخي ألفين سنة وخصنا نهضرو بالعبرية وشي كان كان عندهم صعيب كانوا الناس اللي قالوا الوليدين الوليدات ديالهم ما ما تبقاوش تهضرو بالدريجة بالدريجة ما تهضرو بالدريجة تهضرو غير بالعبرية شوية صعيب وإحنا زينا هادي أسرين السنة ودرنا ذاك تياتر غير بالدريجة أبنا واحد الاسpectacle ديال شكسپير دي موليير وطو سا ملنا التراديش يعني أو درجاتي بالدريجة العربية باش ناس تفهم باش ناس يفهموا حيث يا 20 تان كانوا الناس ما زال دوك الناس الكبر لما كانوا جتهضرو بالعبرية وبغينهم يجيو التهاتر يشوفوا تفرجوا و يدوزوا معكم شحويجات و هذا شيء تيبان لي حل شيء في دماغ ديال الناس و أتاهم لغيتيماتيون بغفير سأقول لي يعيش أنت أخوتك أخواتاتك أخواتريات ثلاثة أخواتريات كاذاوين يقولون أخواتريات أخواتريات أخواتاتك هما كيتكلمون الدارجة في حالك لا لا هما ما كيتكلموش الدارجة وما كيعرفوش ليهما يفهموها كيفهمو شوية أختي كبيرة كيتفهم شوية ولكن صغار جوج صغار ما ما يفهمو ولكن تالي كان عندك ميل كثير وكبير لدارجة حيث أنا كبرت معهم مع ذوك الناس و الناس الكبر اللي في الحمى وبغيت نعرف و وعليش بغيت يتعرف منعرف كان عندي شي حاجة في الداخل حالي لأ نخلقت هنا منعرف كيفاش نصرح هذا الشي واخا ذيك النوبة اللولة اللي جيت لهنا دي 20 سنة جيت مع السحاب شمن عام جيت اول مرة لاني الفين الفين هاكدك هاكدك وي جيت مع السحاب ديال تياتر وكان عندنا لغوت كان تسعيبة بزاف كان عندنا سكالف سبانيا وكان سعيبة وما بغوا يمشي وينعسوا ناجينا هنا كنا في واحد الوتيل ماشي بعيد من باب من الركز وانا قلت لهم وجين معايا ماشي نشوف نتوف الدرد الوليد في الملح في الدرب الكرمة في المدينة القديمة مدينة القديمة وما عندي شلاد غيس اكزاكتمو عندي غير الدرب الكرمة وقال وليو وشحمقتي احنا ماشي نعسوا وانا مشيت بوحدي بحال إلا خلقت هنا والله العدم شي حاجة كي يقودني وانا وانا كنمشي وانا كنمشي كنتخل الملح وكان كنتوف لليسمات ديال الدربة وانا كنهج راسي وكان نشوف الدرب الكرمة باقاس ميسو درب الكرمة دا لاغود بالمية وقلت راسي صفي وصلت كانوا دراري بتايل لعبو في الزنقة ومن الحديوتة ديال الوالد المعاودة عرفت باش كي يناشي كرمة فص الدرب وما كيلعبو وانا كن قول لهم وش كين شي ماما الواليدة في الدار ولا الوالد بغيت نسول ومشي حاجة والولد قاي وقول ايه ما ماشدا في الدار ويعيت لها جات خرجيت على برة تيت شوف فيها كانت مرأة كبيرة وانا كن قول لها الوالدين كانوا سكنين هنا في هذا الدرب ما نعرف لتغير ساكتمو ولكن نعرف باش تدرب الكرمة ويت تحمر فيها قد تيت شوف فيها قلت لي انت ولد قزارة شن هي قزارة القزار ايه طم تشبه له تتشبه له وقد لدي الدر دي لي الدر دي له وانا ندخل عندها وعملت المسامن واتاي وقلت مع شي ثلاثة تسوية سبارك الله وشنو عاوديت لي وشنو عاوديت وي عاوديت لي للجداتي وعلى جدي قبل ما مش قلت لي انا كنت زارت هك عندك كثير الولاد هذا الدر كبير ال الدر دي 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 وعط هي عاوديت لك حكيت لك بزي الحويج وقيت مع ثلاثة تسوية تدي جاو صحابي تخلع لي ما معرفو كيف تشو عليك و جاو يتفو لي وهك كل عام اللي كنت تنجي كنت نمشي عندها كنت مجي تشوفها نشوف و هي ما زال عيشة لا توف الله يرحم يا عندنا هذه الحكاية دي اللولة يعني أول عام رجاء في المغرب كان سنة 2000 وملي قلتي الوالدة دي لك انت بغيت تجي للمغرب شنو قالوا لك دعما كمو الاخي كيف كانت وما عارفو باش بغيت أنا كان عندي خلو تجي ولا لا خلون نجي يعني غير الوالدة ما ما مقدرتي تجي كانت مريضة الله يحما والوالدة بقى معاها دونك ما توا مقدر سيجي تال يا دمو ديتوا معايا كان معايا هنا و دابا توا الله يرحم الله يرحم قلت يالي البركة فراسك يا عيش عيش ايه جدتي جهة ماما ايه كانت عيش و جداتك ديال باباك كانت يا هي بقاتل في المغرب كندر لا هي ما بقاتل في المغرب حتى هي مشت لإسرائيل غير با الوالد هو هو اللي كان هنا يبقى في المغرب تشوف هنا ايه حتى جداتك يعني من الجهة ديال باباك حتى هي مشت لإسرائيل تا ودبفتك الحومة الوليدات اللي قد كانوا كلهم كيتكلموا العربية بيناتهم ودبف إسرائيل عندك صحابك يعني لا كلي كتجيالك لبوك كتجيالك واش كلهم مش كلهم ولكن ولكن تعرف تيفهموا تيفهموا ما كيهدروس حالي ولكن تيفهموا يعني كلهم الأصل جيلهم مغربي وكلهم كبروا مع جداتهم ودوك جدات كانوا ولكن ما تهدروس حيث أنا اللي كانوا تهدرو معايا بالدريجة كنت نجاوبهم بالدريجة هم ما كانوا تيجاوبوا بالعبرية بالعبرية وقولي دبعا نرجعو لهذا اللاتخوب ديالك ديالت المسرح يعني كيف اشجتك هاد الفكرة شنو سميت لاتخوب ديالك هاد الفرقة المسرحية شنو سميتها واش من عام ظهرات وكيف جاتك الفكرة ان لاتخوب ديالك هاد الفرقة المسرحية تخدم وتشتغل باللغة بالدريجة ديالنا المغربية اش من سنة جاتك هاد الفكرة هاد الصراحة السنة الفين 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 يي اللي بدينا لتياتر الصراحة الفكرة ما كانت ديالي انا كنت كان عندي عسرين سنة الفكرة كانت ديال واحد واحد امرأة اللي تايي مغرب وهي خدامة في تياتر اي تايي اكتريس وهي الحلم ديالها كان هاد شي يدير واحد تياتر بالعربية المغربية بالدريجة لديو كل الناس اللي بقاوا اللي ما عندو مش تياتر في اللغة ديالهم وبغاوا يتفرجوا بغاوا يتفاجأوا شوية وادا كان حلم ديالها مشارت لواحد الوحي في البلاد ديالنا اللي واتياتر مزيان الدريجة واتاتلو الباخيل بالعربية بالعربية احنا الميزيريا المشحح يعني انتم ترجمو هاكا بالميزيريا المشحح المشحح دونك مشات ليه قلت ليه انا بغيت هاد هاد المصرح ديال موليغ بغيتو بالدريجة هو كتبها ترجمها ترجمها بالدريجة وانا مشيت كان لزودسيون مشيت و كل شي كعرف باش انا كان عرف متمثل ولكن ما عرفوش باش انا كان عرف بدريجة تهيا ايا كانت لاب خوف ديالي ولكن ما عرفت باش انا تنهضر بدريجة كك قلت لي اش كتدير هنا انا الهدف قلت الناس اللي كيهضروا بالعربية قلت لأنا تنهضر بالعربية شوية قلت لي ماشي شوية اخويا اراثة تضرم زيان اونجي غعيش في المغرب حفظ اي حفظ دريجة مازل وصف بدينا للتياتر ديرنا زف ديال سبكتاكل واحد نوبة جال عندي ادك ادك بنجم وكان معنا ادك ادك اش نسميته اش 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 كوهن كوهن وهي السيدة اش نسميتها رونيت ايفجي داكور ماشي غونيت الكابت لا لا ماشي غونيت الكابت غونيت ايفجي اخوها ومش ايفجي تاو ومعروف اسرائيل ايه ايه وطايا ما تتلاي رحمة واشر تاو ماذا ولكن انت هو العليف سبيع يعني انت الاستمرار ايه 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 وبديتي اول مسرحية هي المشحح ايه المشحح ايه المشحح مولياغ ايه تاو مولياغ ديرنا بزاف ديال تاو مولياغ كان المشحح كان السكابن مولياغ ما قلبتوش على شي نصوص هكا مغربية ايه لا تتخوفي كمولياغ الى كتترجمه بالدريجة حال الى خلاق هنا بالنفسان سنكونتر حال الى خلاق هنا كان الزاف ديال ايه ما كان بش الزاف ديال الفرق ما كان ش الدفيرانس الى تترجمه بالعربية يعني وكانت هذي اول مصرحية لعبتها وفي لعبتها في المدينة ديال او اللينا وليت في المدينة ديالنا تحبنا غادي ندير وش حاجة المدينة حاجة صغيرة لكن هذا شي دار الزاف ديال بغي و اللينا نمشي من هاد الفيل هاد الفيل هاد الفيل هاد الفيل بدنا نخدمو الناس كانوا يجيو كانوا يعمروا ديما كان سولد يعني كانت ديما لقاعة عمرة ولقات نجاح كبير وي وي وهدي شجعتكم باش نديرو كل عام ديرنا مسرحة جديدة ولكن تي يغبوغت تشهرتي بلالة زهرة اي ابخي سيز ست جال عندي اشيخ قال عندي وحد الرأي شوف إلا زيما متشوف معايا اه اش من الرأي قال لي عقلتي على ذلك الزراء ديالك لزيما هي اللي علمت لك كل شي تلي بانسير بغيتك تديرها بغيتك تدير شي حاجة ديالها في المصح قل قتب شي حاجة وانا ندير اه وصاف بدك النهار ديرنا واحد اش من عام هدا بديت اختارتي لپرسوناج دو لالة زهرة الفين وستة وش هي الجارة ديالك قلت اسميتها حانا ايه حانا زهرة انفت ساب المغ نسبتها زهرة هي لاب المغ دو حانا دو حانا ايه اسميتها هي زهرة ووخال الپرسوناج كي يشبه لبزرف الپرسوناج دو لالة زهرة دو بولو كيعرفو بزرف المغرب لانهون كيشوفو سوريوتشو ايه في الول كانوا متتابعين غير من اسرائيل ايه ولكن حلنا واحد لابج في انستغرام في يوتيوب في فيسبوك ولو الزفد المتتابعين يدخلو وعجبوهم الحال المغربة مسلمة المغربة مسلمة وشنو تيقولو لك قولي كومنتيخ تبارك لعليك سخطو دوك المغربة اللي هم ماشي في مغرب اللي في الخارج في الخارج كيقولو لي وا فكرتي لجدتي فكرتي لي هادي فكرتي لي خالتي عمتي وعليش خطريت يعني بغيت نقولك لش خطريت هذا الاسم ديال لبخينون دو زهرة حي زهرة نعرفه بزفد ليهوديات وحتى المسلمات كانوا كيحملوا هذا الاسم يعني من الاسماء القديمة المغربية لعند واحد الاصالة زهرة زهرة احنا عندنا لش خطريت زهرة وش هي كان اسميتها زهرة كانوا ثلاثة زهرة في الحومة وثلاثة زهرة كين زهرة وكين زهرة كين زهرة كين زهرة دوك بزفد ليهوديات كانوا اسميتهم زهرة زهرة ايه كانت زهرة وشنو كتذكر يعني من اللي بديتي كتعود خدمتي على هدل الفاق صونها جمزي لانا كانشوف هي مرة كانت كبيرة كبيرة طريقة المشي ديالها كانت محنية دايما في سبيكتا قدية كتحاول تلبس القفطان كتير شدة على ما وكان فولر ديالنا ديالنا يضيع المغربية كلهم مثلما كيف اليهودية يعني بزمان العقيدة تنقول العقيدة العقيدة احنا نقول الشدة شدة احنا نقول العقيدة العقيدة الفولر اه 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 انا كنشوف سخته هنا في الشمال قاعده بحل بحل اليهودية اه تبارك الله عليه وهذه يعني هذه را خدمة كيف كنا علمك كيف تلبس القفطان كيف تدير ديالك العقيدة ولا العقيدة بحدي بحدي نوبا نوبا شافتني واحد مرة كبيرة جاءت لبيت ديالنا بغا خاتلك الواحد اللي معي انا بغيت نشوف هاد اللو بغيت نشوف واش نقدر لا لا يا للا دخل ويا يدخل وبدأت يتبوشني ويتعنقني تبارك الله لك وقلسيت معنا وانا بدت نزول وعملت العقيدة كتلك حسن ني تعقد يعني كت تعلمت تعلمت كنت نشوف وموما تعقد وش كون كنجي كتشوف دو كل مرا وات دو كل العيالات جداتك لامامون دو ستت الفرانسيز ويا ما كانش عقيدة وش داتك مين بابا ما عقلتش عليها ما عقلت عليها ولكن كانت عندها اي في الفوتو كنت عندها ولكن في الحومة كنت كتشوف دوك العيالات الكبار الكبار وش دات الوليدة هي كانت عقيدة كانت الوليدة ديالك تهي مشات الاسرائيل اي كنت تعقل عليها شوية هي ولكن ما عقلت عليها كنت صغير يا وانا شوف الدبا في الاسبكتاكل ديالك لانا في الاسبكتاكل كانشوف المغرب حاضر بقوة يعني تقاليد تقافة العادة مثلا كان وانا اللي تر انتباه ديالي كان دايما كان الغناء كان الموسيق الموسيق كان دايما الناس يعني كان دايما الفرحة الفرحة شو احنا بدينا ندير واحد الحاجة ادك شي يبدأ مع الكورونا افون انا في الاسبكتاكل في التياتر ومليجة الكورونا الموسيق كل شي يمشى وكان خاصنا ندير واحد الفكرة نفكر بشي حاجة جديدة حيث كنا نقدر نجمع غير 30 الناس 30 40 بحل هنا و وديك فكرة كانت جاتني واحد فكرة ندير واحد الحاجة ديال داك الابوك اللي جدا ديال ديال الاعيلة هي اللي كانت يديل الحين كانوا يجيبو البناد الدنيا ما كانوا تيجيبو كانت ديما كانت الجدا ولا كانت شي مرة كبيرة مرة كبيرة خالتنا عمتنا هي اللي كانت تعرفي تغني دوك الغناوي ويالي كانت تعرفي تعمل داك الامبيانس اي وصافي وبدينا بهت الشيز ما أنا جاي بحل جدا ديال دوك لفمي اي كي يجيوا معايا دوكترا بكا ديالي واحد اللي تيتغني معنا هذيك زهابا تيتغني معايا هي اللي كتتغني يا محاضرة معنا في استوديو هي تيتغني معايا واحد ستاحة معنا حال زيما لا اللي تيتفرح الناس اي وانا كنت خل العروس والعروس بدك تلمون انت اللي كتدخل كنغني لهم دوك الاغنوي ديالنا القدام اي لا يمكنك تغني او لا 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 لانا عطفة الوالد ديالك اي هذا شي وصورتو انا الى ما لبس الحويش ديال لله زهرة انا كنحترم هذا البرسوناج بزاف بزاف هذا شي هي ماشي برسوناج ماتنو سي حال الى مرة لفري لفري فهم يعني لما كنت يش لابس القفطان ودير العقيدة لاللعقيدة لاللعقيدة ديال غير يائر بورتال انا شفت هدوك كموليز ديال سبكتاك لها كاف الفيديو يعني قلتي ملي جات كورونا باش ما الناس ما ينس وش هدو بلال الزهرة درتي العرس وشفت في انا مجموعة نفس الموسيقى اللي كيغنيوا المغربة كلهم يهود مسلمين الناس ديما باهجين باهجين فرحانين وشفت عود اتخ سبكتاك اللي انت كتكون غالس وكتوجد حاجة المرة الكبيرة اللي كتكون غالس فدارها انا جفت كفوحد سبكتاك لعني غالس كتوجد البريوات بالحوت وغالس كتوجد الشبكية الل دوك الناس اللي اللي ماتلو مزدى والناس مقاوس اه وتنفكر لهم دوك العادات اللي كانوا يديروا اليمز زمان وفهدك من اللي كنت تتهدر على البريوات انا ترنت باهجيالي سبكتاك اللي سبكتاك اللي كتبارك الله كلهم زيونين ولكن واحد الحاجة ترنت باهجيالي قلتها لقبيلة انك من جداتك هي للا زهرة كتحكي تتكلم على بنتها سيزان وكتقول لها كانت في الحومة كانت إبراهيم وكي يبيع البريوات بالحوت بالحوت حكي نعم هذا لتسمعون هذا الاسطوخ دي الخال سيزان كيف تنتقها للا زهرة كيف تنتقها كيف تقول لها ما تقول سيزان سيزان تقول سيزان سيزان نعم سيزان لا شيزان نعم 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 لذلك كانت تعيش بها البريوات الحوت وكان واحد سيبراهيم في الرباط دخلا دي الملح كانت يبيع في واحد كان عنده الكروسة ديال وكانت يبيع البريوات الحوت ولكن عارفين باش البريوات الحوت دي تيدير المسلمين مع الكروفيت وإحنا نم بكاشيخ لا تناكلو الكروفيت وهي كانت يتموت على ذلك سيزان تغير ذلك تغير ذلك البريوات وكانت يتمشيل عنده كانت صغيرة تغير الفلوس من عند الوالدة كانت يتمشيل عنده تقول لسيبراهيم عندي أعطيني البريوات الحوت كانت يقول لها لحرام علي انفي لك كارشيخ وكانت النوبة كانت بريوات كارشيخ دور دور ما نعرف وقال لها سيزان ناجية بنتي يعني عملت لك كارشيخ شفتي هذا كان كان الاحترام بين اليهود والمسلمين دوك اللي ستواق سمعت بهم اللي كون صغير يعني هذا اللي أنا بغيت نعرف أنا وقلت قبل شنو قاتلك قاتلك هما كانوا كانوا يدروا الكابود للدين دنيا الكابود هي احترام المسلمين كانوا يدروا الكابود للدين ديالنا ويحنا الذين كنا ندروا الكابود الدين ديالهم يعني هذا เลย مثلا يعني طبيعة العلاقة بالليهود والمسلمين في المغرب هذا يعني يعJudge هذو كنت نستمع من صغري من صغري التي تتشabه حالات شي ديال الجارين ديبقاوا اللي قالوا لم يمشيوا لإسرائيل قال سنتيبقيوا لكي تخليوا هناك ولكن مهم هالش اللي كتعود في السبكتاقل ديال كرى في حال يصيد نصرته مع logrو ما كان لابق نسخايل ذلك فنلترن يبا يعيش وأنا كتقول دي تاي دابا مني هاداك سيد لي كيبيع البريوات سميته سيبراهيم كيفاش عرفتي سميته سيبراهيم وكيفاش عرفتيه في الملاح دربات تبارك الله عندي مموعة لا واش انت قلبتيه في تشتي ولا غرج هاداكش إضافات المعود هادي الممي اللي عودت لي معه سيبراهيم صافي تخلينا هاد سيبراهيم كان موجود كان موجود وباسميته سيبراهيم أصدقي هاد حقيقة هادة سيبراهيم هاده سيبراهيم هاده ولا استورغ لي كان مؤمن حد했어요 ديال للزورة تسمى البريوات هذه الاجرية ديال الجارة ديالنا والجيران والديال مغرومير عشان إمه عشان عشان اللي كانت يتحدر معي بالفرنسية. كانت يتعود لي هاد لازيست. مو خاو قولي شنو الفرق بلا جران مر كي تي انفت دو كلتور فرنسيز هاد لجران مر اللي كاتف غير الفرنسي وزا تتكلم فرنسي في الدار وللا زهرة. آه بزداد. للا زهرة في الحومة هادي كعند المغرب كتتكلم الداريجة ولكن شتوى على ميزان يا فيتا تا جران مر اللي كاتعيش واحد العيشة على فرنسيز كيفاش كان يجي كذا ما يعني الفرق بناتهم ولا العلاقة بناتهم بزوج. شكانوا مساحبات كانو كي هضرو بزوج. لا لا ولكن شوف جدتي كانت كانت للا فاسون كانت تهضر الفرنسيز ولا فاسون فرنسي كانوا بزاف دي الياهود اللي كانوا اكاك ولكن بالداخل ديالها كان مغربي ما كان. شنو اللي كانت خطير مغريبي؟ للا نوريتر دابع ديجا نوريتر دابو نوريتر ديجا نوريتر مغربي 100% حقا شنو اللي كان Lindava عندى المدق ديالها في السنة. يا نوريتر ديال اللي كنت أبتح ديالها من رباط. يا رباط رباط يحكي. يا رباطين هيا وشو كان لنم دي فاميه ديالها تغرام مغلي من رباط من 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 عيلة للرازل والمن عيلة ديالها لا هي 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 ايفرغان ايفرغان واش لحا ايفرغان 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 ووجدي كان صباح صباح ماذا داكور وهي جداتك لي اصلها من رباط شنا هي يعني اللي كنت تعيش بك عنده كانت تطيبه مزيان اوه تجيوغ ملي تتجول شديتي تنفكر بهات الشي ودرني تجزع اه اه هي رباطية كل شي مسوح اللي هو رباط شنو باش كانوا معروفين البتيجات المصابان ديالها اه ما نعرف الى المصابان اه كانوا تقولوا المصابان كانوا لي قم يتقلوا النادل. لقد قبلا لاتتقلوها الايان ايان ا ح غ ناء ضغ войين ؟ ايان هي تاتقلو النادل وهي ليص Bal resort. supported. انا عارفو المصابان ما زال آك يدرهم الناس داكا كنا يدرهم؟ Pastriesrade العربون ikea encont observations. لماذا liquiddire العرباء. كانت ي AB game to shataka لا اتترفق بعض المصابان هكن demanding سابن ديالا مازال ما دقتو ستال دفا ايه شفتي وهديك لالا زهرة اشنو كان عنده شنو الكاد الحواج اللي كانو كيعجبوك عنده في الطيب ديالا حنا شفنا دابال برود الحود وانا شفتك بوحد السبكتاكل اخر ينطخ فيديو ستة مانيفيك ضايق اول مرة كانكتشف ان الليهود كيوجدو الشبكية في بوخيم هدي ما شفتهاش في ماراق ايه في المغرب ايه في المغرب ايه في بوخيم واحد العيد ديالنا كانو جدو الحلاوات ايه سخطو شبكية كانو جدو قبل سيسي مانع قبل كانو جدو جدو الحلاوات باش نفرقو للناس كان ندير واحد للطاس واحد للسينية عمرها بالحلاوات اللي ليتيبنا وكانمشيو الجيران للا الايلة وكاندوقوهم شبكية شبكية والمصعبان السيغار الكورنت وشنو كتعقل للا زهرة اللي كتدير شبكية ولا جداتك ولا ماماك هذاك شي ديال تياب جيبتها غير من جداتك جداتك شو كان سميتها مارينات مارينات قالو هي كانت كتصب شبكية في بوخيم كل شي ماشي غير شبكية ماشي غير في بوخيم كان لنا واحد للعارس واللحنة كل شي كانت يجيل عنده باش يتطوب الحلاوات هي كانت مهروفة كتصب الحلاوة مزيان بسيال هي وقول لي يعني وشنو ليزوتك سبكتاكل اللي درتي من غير هادي درتي ديال للا زهرة كتصيب شبكية في بوخيم كتصيب البرواد الحوت وشنو أخر شفت يعني ملي كانت واحد سبكتاكل آخر جبان ستيت سيغسان ملي كتلعب للا زهرة اللي تيدرار الكرس ها 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 هي لترجمة كل شي كاهم يؤكد اسيها واه هاتو كلهم يعني اصلهم غاربة مغاربة ليقا يلعب دور تا عراجلها وليس لعب دور تعلم تسع.:أن Bea ؟ ويضر بالتبئم يعني ما زالتو إلي Jحت أقةله يعني كين شباب سفرك الله هذا كراظ للا زهرة مخلوف سميتو وهو خلق هنا في طرفيضا وكان كبير كان ندور بعد تاسل عمليجة لإسرائيل سبارك الله عليك